وإلى سوق المال حيث أنهت البورسة والمصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جمعين للمؤشرات بدغوط المبيعات المتعاملين المصريين والأجانب وخسر رأس المال السقي ثلاثة مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691 و 1776 من ألف مليار جنيه وعلى سعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 7 من 10 في المئة ليغلق عند مستوى 9940 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1 و 4 من 10 في المئة ليغلق عند مستوى 2140 نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة